بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسليين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المعارج وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وتوقفنا عند قول الله وفي أموالهم حق معلوم وقلنا أن القول الأول هو أنه الزكاة وبينا قول ابن عباس وقول الجمهور وآراء المفسرين وأكثر المفسرين الذين قالوا على أن المراد الآية في الآية أنه حق معلوم هو الزكاة بأدلة كثيرة منها أنه سبقها الكلام عن الصلاة وقلنا دائما القرآن من عرف القرآن أنه يقرم بين الصلاة وبين الزكاة ربما يعني يسأل سائل فيقول الزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة والسورة مكية فكيف يكون تكون هنا الكلام عن الزكاة إن كانت الزكاة لم تفرض حقيقة ذكر الإمام الشنقيطي أيضا إشارة لطيفة قال أنه قد ينزل التشريع ولكن العمل به والتفصيل والعمل به يكون متأخرا عنه وقد أفرد الإمام السيوطي حقيقة في كتابه الإتقان وكذلك من قبله الزركشي في البرهان أفرد فصلا في الكلام عن كثير من الآيات ومن الأحكام التي نزلت في مكة وربما طفقت في المدينة بل السيوطي يعني ذهب لا بعد من هذا أنه قال ما تأخر حكمه الحكم تأخر عن النزول أو النزول سبق الحكم وهذا يعني كثير في القرآن الكريم فقالوا لا ضير أن يكون يعني الكلام أو الكلام عن الزكاة نزل في مكة ولكن التشريع نزل في المدينة والعمل بهذا الحكم كان في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أي بعد الهجرة ربما أيضا يعني قائل يقول يعني هنا قضية في أموالهم حق معلوم وقلنا أنه يعني هذا في كلامنا عن الزكاة نعم هنا قول آخر هو أنه الكلام هنا في الآية وإن كان الكلام حق معلوم لكن المراد به الصدقة واستدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما سئل ابن عباس قالوا له على أنه هذه الآية يعني ما ترى فيها أو سأله عنها فقال الإنسان عليه حق سوى قضية الزكاة فيقري ضيفا ويساعد محتاجا ويعطي ثقيرا فإذا أعطى ابن عباس ويقري ضيفا كما قلنا فابن عباس أعطى يعني واجبات أخرى تقع على المسلم غير قضية الزكاة المفروضة والحق المعلوم كذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما يرويه القرطبي أيضا لما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه لما سئل عن قضية في أموالهم حق معلوم قال هذا الحق سوى الزكاة هذا حق أيضا سوى الزكاة وكأنه يشير إلى الصدقة لذلك يعني موضوع الصدقة موضوع واسع وموضوع كبير جدا لكن كما قلنا الجمهور وأكثر الأهل التفسير وتقريبا يعني أكثرهم على القول على أن هنا حق معلوم أراد به الزكاة لأنه لا معلومة من ضبط يحاسب عليه الله سبحانه وتعالى ويبني عليه الثواب والعقاب إلا إذا كان فرضا ولا فرض في المال إلا الزكاة كما ورد في حديث آخر كما ذكرناه هذا العرابي الذي جاء فسأل النبي ماذا عليه فمن ضمن الأشياء التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عليه في قضية الزكاة نعم عليك حق يعني في الزكاة هنا كلمة أموالهم الأموال يعني هل مراد كل ما يملك الإنسان هل كل شيء يملك الإنسان من أثاث ومتاع وكذا كله عليه زكاة حقيقة يعني الإسلام بيّن لنا يعني الأموال التي عليها الزكاة هي أربعة أربعة أصناف عليها الزكاة كما ذكر ذلك ابن العرب المالكي والجصاص من قبله في أحكام القرآن أيضا فقالوا أنه في النقدين وفي عروض التجارة وفي ما يخرج من الأرض النباتات وكذلك أيضا في الحيوان أجلكم الله هذه الأربعة هي التي عليها الزكاة أما غيرها من أمور يعني المتاع والأثاث والأثاث البيت مثلا والسيارة التي يستعملها الإنسان استعمالا شخصيا وغير ذلك من الأمور فهذه يعني ليست عليها زكاة على الراجح من أقوال أهل العلم وهناك لكل صنف من هذه الأصناف عليه تفصيلات فقهية ليس المجال لشرحه لكن هكذا ذكره أهل العلم قال في أموالهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قضية السائل والمحروم هذه الجزئية فيها كلام كثير السائل من هو السائل ومن هو المحروم أورد من عباس قال السائل هو الذي يسأل بكفه السائل الذي يسأل بكفه والمحروم معناه الممنوع نقف مع السائل قليلا ذهب بعض أهل العلم قالوا السائل هل يعني ينضبط في قضية منه من سأل عن مال فقط أم أنه يعني يكون في جملة كل من سأل عن شيء سواء سأل عن مال أو سأل عن علاج أو سأل عن قضية مثلا أو سأل عن أن ترشده إلى مكان أو غير ذلك الراجح والله أعلم أنه وإن كان السياق السياق هو مخصص للمال لأنه الذي يسبقه والذين في أمواله محق معلوم للسائل والمحروم وإن كان السياق سياق يعني يوجه إلى المال ولكن ذهب كثير من أهل العلم قالوا على أنه هذا عام في كل من سأل في كل سائل يسأل لذلك يعني ذهب الزحيلي هكذا في إشارة لطيفة قال يعني من مكنه الله من علم كطبيب محامي عالم دين وغير ذلك من هؤلاء الأصناف الناس أنه عليه أن يعطي صدقة علمه وصدقة ما مكنه الله فيه وما أكرمه الله به لذلك نلاحظ أن بعض الناس إذا كان طبيبا نجده أنه مثلا يستقبل المكالمات على الهاتف ويصف للناس العلاج دون الحاجة إلى المجيء إلى عيادته ربما وهذا عمل طيب وهذا عمل خير هذا يعني ينفع الناس ومنهم أنه لا يرضى أن يرد على الناس بحجة ماذا أنه منشغل حتى يضطر الفقير أو يضطر المريض لمراجعته على العيادة كذلك من كان في مهنة محامة كذلك من كان مهندسا في أي صنف من أصناف الحياة ممكن أن يعني يكون الإنسان يستطيع أن يقدم خدمة للناس من ما أعطاه الله وما علمه الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل هو عام كما قلنا وذهب إلى هذا بعض العلماء نعم أما في موضوع المال فقد أخرج الإمام أحمد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه للسائل حق ولو جاء على فرس هذا الحديث طبيعي حسنه السخاوي والحافظ السخاوي في المقاصد الحسنى والحافظ العراقي وحسنه كذلك وجوده أيضا الحافظ العلائي وإن كان بعض المحدثين الآن ضعفوا الحديث هذا لكن العلماء القدماء يعني حسنوه وجودوا إسناده لذلك نحن ذكرناه مع ذكر التخريج حتى يعني ذكر الحكم عفوا حتى يكون أنه يعني السائل له حق لأنه السائل يعني إن جاء وكان في حاجة وهنا يعني سنذكر قضية السائل المحروم من هو المحروم ومن هو السائل على الدقة لذلك إذا إنسان وقع في حاجة ووقع في ضيق فلا شك أنه سيلتجي إلى إخوانه من المسلمين يسألهم المعونة والمساعدة فهذا لا ضير فيه ولكن يعني لها ضوابط ولها شروط ولها قيود لا يتسع المقام لذكر هذه التفصيلات على الدقة وهذه يعني مرجعها إلى الفقه وما كان يفعله سيدنا عمر رضي الله عنه مع الذين يسألون الناس ويعني يستجدون من الناس كيف كان يلاحقهم بالعصى ويضربهم ويمنعهم من ذلك وإنما كان سيدنا عمر يفعل هذا مع هؤلاء لأنهم كانوا أصحاب قوة يعني هناك فرق بين أنه المستجدي عندما يسأل ويكون صاحب قوة وصاحب جسم سليم وليس فيه نقص ويسأل الناس فرق كبير عندما يأتيني شيخ كبير جدا قد هجره أولاده أو ربما لم يكن له أولاد وهو يعاني الحاجة ويعاني الفقر ويعاني الضيق فالأمر مختلف تماما كذلك عندما يأتيني إنسان معاق لا يستطيع أن يعمل كبتر في ساقيه أو بتر في يديه هذا يعني هذا فعلا يحتاج إلى المساعدة وإن كان الأصل أن يكون هذه المساعدة من بيت المال أي علوي الأمر أن يوفر له ما يحتاجه لكن الظروف والوضع الآن يعني كلنا يعرف كيف تعيش بلاد المسلمين من حالة مع الفوارق الموجودة بين بلد وآخر لكن يعني هنا السائل عندما ذكره الله سبحانه وتعالى وعندما قالوا أما السائل فلا تنهر أيضا هنا كان المقصود لأنه سيكون هناك أناس ذو احتياج وذو حاجة وذو فقر يحتاجون المساعدة من الأصحاء وممن قدره الله وعلمه الله ومكنه الله وعطاه الله وبيّن الله أنه أنفقوا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أي أنت ستعطيه من مال الله وليس من مالك إنما لك في ذلك الأجر فقط نعم قال للسائل والمحروم المحروم اللفظة المحروم معناها الممنوع لأن المحروم لفظة يعني معناها الممنوع لذلك في قول الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل على سيدنا موسى قال ابن عباس قال ومن يحرم اللبن يعني اللبن ليس حرام إنما المقصود حرمنا عليه أي منعنا للتلازم الموجود بين الحرمة وبين المنع فما هو حرام فهو ممنوع لذلك قال أنه المحروم في اللغة هو الممنوع الذي يعني ممنوع من ماذا؟ قالوا السائل السائل كما ورد في الحديث يعني ليس الفقير أو المحتاج الذي ترده اللقمة واللقمتان أو الأكلة والأكلتان أو التمرتان ولكن الذي لا يجد غنا لا يجد أحدا فيغنيه ولا يفطن إليه أحد ما يتذكره أحد ولا يعرف بحاله أحد هذا هو المسكين الحقيقي والفقير الحقيقي عندما يكون يعني لا يسأل السائل الذي تبرع في ذلك يعني صرح بذلك عفوا نصتها نقول صرح بالسؤال أما المحروم فهو المتعفف الذي لا يسأل فأنه في أمواله محق للسائل والي الذي اكتفى بالسكوت واكتفى بالصبر على ما به من نازلة كما قال تعالى ويسأل الناس إلحافا وقال تعالى أيضا يحسبهم أغنياء يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف لأنه له عفة فلا يسأل الناس وهذا الصنفان لهما حق على المسلم أن يعني يعطيهما من المال أما المحروم فقد اختلف العلماء في يعني من هو المحروم المقصود في هذه الآية حقيقة المحروم تقريبا أنا وجدت فيها أكثر من داعش قول داعش قول في المحروم يعني من ضمن الأقوال يذكر القرطبي عن الشعبي يقول ها أنا ذا عمري سبعين سنة إلى اليوم ما علمت من هو المحروم يعني الضبط في هذا لم أعلمه هذا قول الشعبي وقيل المحروم قيل هو المملوك أنا سأذكر الأقوال ثم أذكر الراجح منها وقيل المحروم قال هو الذي ليس له سهم من الغنيمة عندما يأتي وهذا قالوا نزلت في قوم يعني جاءوا بعد أن رجعت سرية من غزوة وقسموا الغنائم لم يحصلوا على شيء فكأنه يعني قالوا نزلت الآية فكأنهم كانوا هم المقصودين بالمحروم وقيل المحروم أيضا هو الذي يعني جاءه مصاب فاشتاح ماله وزرعه وغنمه وغير ذلك وقالوا أيضا هذه نزلت في رجل جاء من اليمن قد جاءه سيل فأخذ أمواله وخيامه وعبيده وأغرقت جميع يقول فلما دخل المدينة قال أحد الصحابة اقسموا لصاحبكم فإنه محروم أي أنه اعطوه من هذا فقيل المحروم هو الذي من عصابته جائحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال المحروم هو الذي أينما توجه لا يجد خيرا أينما توجه لا يجد خيرا وهذا قول يعني ذكره كثير من أهل الألم أنه يعني ليس له حظ في الدنيا وقيل أي الذي ليس له حرفة يحترفها وليس له نصيب من بيت المال يأخذه وقيل الذي يعمل ولكن عمله لا يكفيه أيضا لأن يسد حاجته وقيل هو الذي احترق زرعه وذهب ماله يعني قالوا يعني قاسوها في قول الله تعالى أصحاب الجنة في سورة القلم لما جاءوا إلى البستان وقالوا يعني وجدوا البستان قد احترق فقالوا إنا لمحرومون يعني نحن محرومون فقالوا المحروم هو الذي أيضا ذهب زرعه وذهب ماله تقريبا هذه أكثر الأقوال التي جاءت في قضية يعني فيما قاله أهل التفسير في لفظة المحروم ولكن غالبا الذي يجمع هذه الأقوال كما ذكر ذلك القرطبي قال هو الذي ليس له مال وليس عنده كسب ولا يمتلك حرفة وأينما يتوجه لا يجد خيرا كأنه جمع هذه الأقوال فكلها ممكنة في لفظ المحروم وخلاصة الكلام هناك أموال يستحقها الفقراء ويستحقها سواء السائلين أو المتعففين في قضية السؤال نعم قال للسائل والمحروم هذه جملة ما قيل من أهل التفسير في السائل والمحروم ثم قال والذين يصدقون بيوم الدين التصديق بيوم الدين نجده أنه يعني علامة عظيمة أو ركن لا ينفك من أركان السورة المكية ما من سورة مكية إلا وكان الكلام فيها عن يوم الدين وعن البعث والنشور والحشر وهذا يعني ركن أصيل في كل سورة مكية لا تتجاوز الكلام أو أنه ركن من أركانها من سرد السورة أن يكون الكلام فيها عن البعث والنشور ويوم الدين لأنه هذا أصل من الأصول العظيمة التي يعني تكلم عنها القرآن وخاصة في جزء المكي من القرآن قال للذين يصدقون والتصديق هنا الإيمان أي أن يؤمنون بيوم الدين لأنه من علم أن هناك يوم دين ويوم حساب ويوم عقاب يوم يقتص الله به من الظلمة للضعفاء والمساكين يقتص به الله سبحانه وتعالى من الأغنياء الذين يعني قطعوا حق الفقراء وأخذوا حق الفقراء من علم هذا حقيقة يعني التعظى في دنياه وحاول أن يجتهد أن يعني يؤدي حق الله خوفا من يوم الدين وذلك عندما نلاحظ أنه الكلام عن يوم الدين كلام عظيم ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الذي يعني يحق الله فيه الحق ويبطل الباطل ذلك اليوم الذي يعني تظهر الأمور على حقائقها الملك يومئذ لله الحق لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه مالك يوم الدين ليس هناك ملوك في الدنيا وليس هناك رؤساء ولا من له أعوان إنما كل ذلك سيكون في يوم الدين الذي سيكون به الملك لله والعظم له عندما يضع الميزان ويحاسب العباد في صغيرة وكبيرة قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ذلك هو يوم الدين اليوم الحق اليوم الذي يعني ثقل في السماوات وتخشاه الملائكة ويخشاه الخلق جميعا لأن يوم يغضب به الجبار غضبة لم يغضب قط قبلها ولا يغضب قط بعدها سيكون غضبة الجبار عظيمة في ذلك اليوم على مقترف العباد وغرهم حلم الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارى أن الله سبحانه وتعالى يعني طمعوا بحلم الله سبحانه وتعالى عليهم حيث أنه لم يعذبهم في وقتها إنما تركهم لمختاروه من أجالهم قال والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون هؤلاء الذين يخافون ويصدقون بيوم الدين لا شك أن تصديق بيوم الدين هو رأس كل خير للإنسان إذا علم الإنسان كما قلنا أن هناك يوم حساب وعقاب فلن يظلم أحد لأنه يعلم أنه سيحاسب على ذلك لن يأخذ حق أحد لأنه يعلم أنه سيقف أمام الله وسيقف من ظلمه ويأخذ منه حقه ولو دينار ولو درهم ولو أقل من ذلك هناك الميزان ميزان الله ميزان عظيم ميزان توزن به الأعمال بل حتى الكلمات توزن به الأفعال توزن به المعاني حتى ميزان يختلف عن موازين يعني إذا استطاع الإنسان في الدنيا أن يصنع ميزانا للضغط الجوي ميزان للحرارة وميزان لغير ذلك فكيف بالخالق الذي خلق الأرض والسماوات فله ميزان عظيم حتى ورد كما ذكر ذلك القشيري قال أن ميزان الله يعني يزن الإخلاص يزن قيمة الإخلاص في العمل ليس العمل فقط إنما مقدار الإخلاص الموجود في العمل وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون من صدق بيوم الدين قالوا خوفه هذا وتصديقه بيوم الدين دفعه إلى عمل كل طاعة فالتصديق بيوم الدين هو المسارعة في عمل الطاعة قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون في الإنكار والابتعاد عن كل معصية فكأن الآية جاءت الأولى جاءت في الحث العبد على الطاعة لأنه علم أن هناك سيكون يوم دين والثانية جاءت في ابتعاد العبد عن النواهي وعما نهى الله عنه لأنه سيكون خائف ومشفق من ذلك اليوم الذي يعني يقف به أمام الله سبحانه وتعالى فمشفقون كلمة الإشفاق يعني الكلمة الإشفاق هي كلمة مركبة من معنيين الإشفاق هو خوف مخلوط مع رحمة الخوف مع رحمة يسمى إشفاق كما قلنا الخوف زائدا الحياء يسمى وجل هناك كلمات في القرآن الكريم يعني يكون لها معنى عند خلطها مع معنى آخر فينتج لنا لفظة جديدة فمشفقون قالوا العرب تقول ثوب شفيق إذا أردنا أن نصل إلى أصل الكلمة نرجع إلى أصل الكلمة قالوا العرب تقول ثوب شفيق إذا كان ثوبا رقيقا وسمي الشفق وقت الغروب شفق قال لأنه الجو يكون رقيق جدا برقة الثوب الذي كانت العرب تقول عنه ثوب شفيق ثم واستعملت الشفق على معنى الرحمة على معنى رقة القلب الموجودة عند الإنسان فلاحظوا الترابط الجميل بين هذه الألفاظ ولذلك قالوا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي أنه خوف مخلوط برحمة هما يخافون ليس فقط على أنفسهم بل يخافون على من هم تحت رعايتهم من أولادهم أو نسائهم حتى لا يصيبهم شيء من عذاب الله فهو خوف مع رحمة وكأنه ليس فقط الخوف على أنفسهم كما قلنا إنما الخوف على من يعلون أيضا من أهليهم وكما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وجاءت ربهم لأن الكلام على الإيمان لأنه لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيرحم المؤمنين ويكون غضبه الشديد على الكافرين فجاءت هنا من عذاب ربهم مشفقون فمن أشفق من عذاب الله وكان له حسن الظنب الله مع حسن العمل وصدق العمل سيكون في نجاة في ذلك اليوم العصيب نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في رحاب سورة المعارج في الدرس القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة